بعد صور هدهد حزب الله لعشرات الأهداف العسكرية الإسرائيلية الحيوية صادق الجيش الإسرائيلي على خطط عملانية للهجوم على لبنان تضمن التسريع استعدادات الاحتلال ميدانيا وترفق هذا الإعلان مع تغريد لوزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس قال فيها أنه لحظة تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله قرابت وهدد من جديد بحرب شاملة لتدمير حزب الله ولبنان بيتعارض هالتهديد بشن عدوان واسع ضد لبنان مع الواقع اللي نقلوا الإعلام الإسرائيلي عن حجم الخرق يلي صار بصور الهدهد خصوصا بعد ما حاولت أوساط جيش الاحتلال تبريد الصور بأنه رصدت مسيرة الهدهد بس ما تم إسقاطها لكونها ما بتشكل خطر بيتعارض التهديد الإسرائيلي كمان مع التقديرات يلي كشفها السفير الإسرائيلي السابق بواشنطن يلي قال أنه حزب الله قادر ينسوا في كل البناء التحتية الأساسية من نفط وأواعد جوية وحتى ما فاعل ديمونا بغضون أيام الخطر الفعلي اللي عم يحاول الجيش الإسرائيلي يخفيه عن جمهوره بيتمثل بثلاث أسئلة رئيسية ما حدا بإسرائيل قادر يجاوب عليها بعد واحد أي متى فات الهدهد على أجواء فلسطين وصور اللي صوره ورجع على لبنان اتنان كيف تم خرق الدفاعات الجوية الإسرائيلية بهيدا الشكل الفاضح من دون التصدق له ثلاثة هالحزب الله عم يتلقى مساعدة من فلسطينية الداخل لتنفيذ هيك نوع من العمليات ما جاوبت حكومة الاحتلال على هيد الأسئلة واستبدلت الأجوبة باستهداف قرى الجنوب وبأصف سيارات ودراجات نارية لتوحي للمستوطنين أنه عم تحميهم من دون ما توقف فعليا صوريخ حزب الله